ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماع فريق صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية والذي يهدف إلى دعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني لإنشاء وتملك الأعمال والشركات ولخدمة المجتمع ودعم الفرص الوعدة وفي بداية اللقاء رحب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بفريق صندوق الأمل متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى النهوض بالكفاءات الوطنية وتنشئة جيل بحريني واعد مدعم بالمهارات والخبرات العالية والروح الريادية في جميع قطاعات العمل وأكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على أهمية قيام فريق صندوق الأمل بتطبيق الأفكار التي تساهم في الاستثمار في الشباب البحريني من خلال دعم التدريب والتعليم وسقل المواهب بالإضافة إلى تأسيس وتطوير المبادرات الشبابية والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال وبين سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن صندوق الأمل يرتكز على ثلاث ركائز أساسية هي تمهيد الطريق إلى المعرفة والفرص والتمويل ويعمل الصندوق على إطلاق أولى مبادراته التي تهدف لمساندة قطاع الشركات الناشئة في المملكة وتوفير التمويل والخبرات اللازمة للشباب البحريني للصعود بأفكارهم وأعمالهم الناشئة ترجمة نانسي قنقر